وكأن الأرض اعتادت على سكب دماء أبنائها وكأن قدر العراق أن لا يعرف الاستقرار قبل أن يبذل أبنائه أرواحهم ثمنا لذلك ولأن مهر الحرية والكرامة والوطن لم يكن مالا ولا مناصب ولا وجاهة كان العراقيون كريمون مع وطنهم فخضبت الساحات بدمائهم من البصر حتى بغداد والنجف والناصري وبابلة وكربلاء وغيرها وملئت سجون السلطة والميليشيات بهم حتى باتوا أرقاما في إحصائيات المنظمات الدولية بعثة الأمم المتحدة في العراق تقول إنه منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر كشرين الأول الماضي استشهد أربعمائة وتسعون متظاهرا فضلا عن إصابة أكثر من سبعة آلاف متظاهر مشيرة إلى أن غالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين الذين كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتلك الأرقام لا تمثل إلا جزءا يسيرا فقط من حجم الدم المراق حيث تؤكد مصادر طبية أن عدد شهداء ثورة تشرين تجاوز الألف فيما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثين ألفا البحثة وثقت أيضا اختطاف وإخفاء مائة وثمانية وعشرين ناشطا عثر على بعضهم فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا مشيرة إلى وقوع انتهاكات وتجاوزات جسيمة وتكبت ضد المتظاهرين بما في ذلك عمليات القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين والتهديد والترهيب والاستخدام المفلط للقوة التقرير الأممي خلص إلى أن استمرار غياب المسائلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن الانتهاكات والتجاوزات مطالبا للسلطات ببذل جهود فورية والامتثال لاتزاماتها تجاه الناشطين المفقودين والإعلان عن هوية المجامع المسلحة المسؤولة عن حالات اختطاف حديث البعثة الأممية لم يتطرق إلى الهوية الحقيقية للمتهم غير أنه يشير إلى توروط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات لعل كل الأنظار تتجه وقتها للميليشيات التي لن يعرفها أحد كما يعرفها الكاظمي لا سيما أنه كان رئيسا لجهاز المخابرات عندما قتلت الميليشيات المتظاهرين واختطفتهم في سجونها السرية ترجمة نانسي قنقر